الحياة في العائلة من الاثنين للجمعة مع التسعة متاسباح نحن نور على الحياة فيم ومرحبا بكم في الحياة في العائلة الحياة في العائلة يهتم بكل ما يخص الحياة الأسرية واليوم مفضوعنا بش يكون كيفاش نختار شريكة حياتنا اذاك علاش يلزمنا نرجع بالنظر لأهل الاختصاص وباش تكون حاضرة معنا الأخصائية النفسية صنية جبالي مرحبا بيك مدام صن مرحبا مدام مروة ومرحبا مستمعي الحياة فيم وبيك أكتر مدام صن مش نحكيه اليوم ما قلنا كيفاش نختارو الشريك متاعنا البرتونير كيفاش فاما شنوما المراحل هما مش هم مراحل اما كيفاش انا نختار شريكة حياتي لحياة أسرية متوازنة خاطر ما بعد اذا ما نقرأوا حساب الصغيرات حساب كيفاش بشربيوهم صحيح مدام مروة هو موضوع اليوم هو موضوع الساعة على خاطر نعرفوا لي نحنا اليوم في بلادنا شاهدنا عزوف الصغير على الزواج وهذا على خاطر بحكم النسق جديد وينعيشوا فيه لعمور نوصلوا فيه نكملوا نقرأوا فيها حسول على خدمة تجميع المال للتحذيرات للزواج وكيف ما نخموا في مسارحياتنا المهنية يجبنا زادا نخموا خاطهوا كينوا برنامج يجبنا نعرفوا كيفاش نترقولوا بش نجموا نوصلوا الناس الكل تحقق كونوا يكون زواج فالاخر ناجح ذوك هذي هو الهاجس الهاجس هذية بش ما يولي ناشي ينجم على خاطر لاحظنا في علم النفس اللي فما كاريمون وليت افتراب اللي هو الافتراب الخوف من الزواج هو الكل واشنوه مربوط ببعضه هو نتج معناه على حاجات عشناها في الصغراء وإلا معناها فما حاجات عشت من بعد ولا فيو خطر ولينا نقرأ برشا وما فماش برشا خدمة وليت معناه تتوخر العمر قاعد يقدم بينا صحيح هو لعدة أسباب ذوك العيشة اليوم الحديثة اليونين عيشوها وليت فيها برشا ديز اكزيجانس وليت برشا مشروطة برشا هذيك علاش واحد ميوشي في بيلو اللي هو بحكم العمر ذوك الهاجس متاعو كونوا يوفر الحاجات المادية قبل ما ينساق في علاقة معاينة وهذا في حد ذاته ماذا بينا نراجع فيها أنفسنا داكوردو باي اليوم اللي نشاهدوه اللي ولا فما زوز أنواع من الزاواج فما النوع الأولين اللي هو الزاواج حفظنا عليه اللي هو الزاواج التقليدي التقليدي وعنا الزاواج ما بين ظافرين الزاواج بالطريقة الحديثة باي الزاواج التقليدي مادام أروه كانت اسمح بش نعرف عليه شوي واكيد عنديك عليه فكرة الزاواج التقليدي اللي هما العائلات يختاروا شريك لحية ولدهم ولا لحية بنتهم شريك بقصد كون للزاواج والزاواج الحديث اللي هو زوز ناس يختاروا بعضهم كسوة على الوسائل التكنولوجية الحديثة تعرف عليها في الفيسبوك تعرف عليها في القراية يمروا بفترة تعارف وبعد فترة خطوبة وبعد فترة زاواج هذا ما بين ظافرين سميناه الطريقة الحديثة الحديثة يعني الطريقة التقليدي متع أبائنا وأجديدنا وقعدت متواصلة لحد الآن يعني فهمتها في جنراسيون جديدة قاعدين يحافظوا على الزاواج التقليدي اللي هو يقوله عموما اللي هو ناجح الزاواج هذا في العموم معنا هو هو كيفاش بش نفسر لك هو بش نفسر بياسور للناس تسمع فينا الزاواج التقليدي راهو قعد على أساس ثقافة في مجتمعات معاينة للتوى في بلادنا عن عائلات ما ياخذوا كان من بعضهم عن جهات ما ياخذوا كان من بعضهم لذلك هذك عليش اقعد كي انو مخزون وراثي سنسنى به نسق وراثي تقليدي سنسنى بالطريقة هذي المعاينة اللي نعرسوا بها وهو جنرال ما عليش نعطيوها نسبة النجاح بالتدخط هذا موش مثابت لكن نحن سنسنى في المكتسبات المسلمة زاواج تقليدي معناها نوصفوه بنجح على خاطر هو رضاء العائلة علينا دوك نقعد ونعيش ونحن بش الرضي والعائلات علينا نحن مش نعيش وننفسنا على حسابنا نحن معانا تحب تقول اللي هي على حساب صحتنا النفسية والعقلية والجسادية اما رأي مش قاعدة روفا ما برشعة بقت عرصوا بالطريقة التقليدية وانبعد خلقت مبيناتهم محبة وعشرة وبرشة حاجات معانا نحن مش نحكيه من الجوانب الكل دوك التقليد كيف ما فيه الناجح وزاد فيه لموش ناجح معانا ما ناخذوه هيش على اساس معلومة مسلمة اللي راه هو الزواج تقليدي بش يكون خير مطن الزواج تحاديث وإلى العكس بالعكس احنا ديما فترة الخطوبة نأكدوا عليه مزماش تكون طويلة برشا مزماش تكون قصيرة برشا صحيح ولا انا نقول لك لهنا نسبية لحكاية نسبية نسبية على خطر فما برشا عبيد راهو شو خلنا ننسي عن كنت اسمح لي باش نتطرف تعريف صغير باش فاهموا بي كل شي هو شنو الحب في علم النفس شمعني هالحب الحب هو السور اسماتي ما شمعناه معناه المعنيها الحاجات الي مش فيه والي كنت اللوجع عليهم بنلقاهم في الطرف المقابل قدام نحب نلقاهم في الطرف المقابل نحب صحيح نلقاهم في الطرف مش بالضرورة مش نلقاهم الكل وساعات من نلقاهم مش اما نتغاذة نوهم روحي الي نلقيتهم هكا ولا 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 نباش نزيد نفسرها اكثر للمستمعين بتاعنا الكل خدنعفو نيس الكل مثلا انا منش اجتماعي ومذابية لو كان نكون اجتماعي لذلك الطرف مقابل متاعي تشبدني فيه الحكاية اللي هو اجتماعي معنى يريدتك النقص على ذلك عليش نقول ما عادش فما القاعدة متاع المثال متاعنا ما يتزاوجوا الا ما يتشابوا لا ما يتزاوجوا الا ما يتكاملوا لذلك اللي ما عنديش انا عنده هو والعكس وبالعكس معنى اذا نلقاولو احنا نزلوس كيف كيف اجتماعيين كينا مش نخلقو كونكورنسي بعضنا مش كون خير للاخر مش نولي الضد بالضده وهذا كان في حال ذاتو ينجم يخلقنا مشاكل اباعد في الحياة الزوجي اللي يقولوا السفينة ما يقودها كان واحد ومش معناها ما يقودها كان واحد مش يقودها المرأة واحده ولا الرجل واحده كل واحد من موقعه ينجم يقود السفينة امتاعه صحيت ولكن فهمنا المفهوم هذي وقتها نحكيه على نجاح ولا اخفاق لقدر الله في الحياة الزوجي لذلك يكونوا يتكاملوا الحاجة اللي انت باهي فيها مش نولي تنجم تاخد كمسئوليات الحاجة اللي انا باهي فيها مش نولي ناخد منها مسئوليات ونقاوا كيكا مسئولياتنا مش تركة كل واحد يعرف لي لي ويعرف اللي عليه معناها كحقوق وإلا كواجبات لو كنقولوا حقوق وواجبات مش من منظور القانوني راهم من منظور النفسي الاجتماعي اللي هي تحمل المسئولية اللي هو ديجات اولا في تحمل مسئولية وثانيا في التنسيق الادوار والتوزيع الادوار انا شنو نعمل انت شنو تعمل اتستيغاء لني وحدي ولي حسروك ومهوش يعمل فيها على خطر مفروض فيه مفروض عليه بالعكس يعمل فيها على خطر هو الشيخ وفرحان ويحب يعمل حاجة هذه مرسي بيا مادام سونيا مرسي لي كنتوا تسمعوا فينا الكل كانت معاكم أروغي تكتين ميكرو أمنا بوخيت في الإخراج التقني ومحمد قدح في الإخراج الفني ونطلقها في حلقة جديدة الحياة في العائلة من الاثنين للجمعة مع التسعة متاس بح